بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة جماعة هنشرح هنبدأ ان شاء الله مع بعض برنامج أوتوكاد 2018 طبعا زي ما انت شايف هم شوان صاطر ده البرنامج فتح معنا خلاص هوت ده بقى الوجهة بتاعت البرنامج في الوجهة الجديدة في وجهة البرنامج قبل ان تخش على الوزر المتنفس وتخش على المكان الذي هترسم فيه اعمل لك اختصارات هنا الريسين تلكومنت اللي هي اخر ملفات انت كنت شغال عليها هذه الملفات انت كنت شغال عليها قبل كده ممكن تعرضها بالشكل لو ممكن تعرضها بالشكل يعني الايكونات تبقى اقمر شوية تماما في الاسم التي تفتح معك كل مرة تفتح البرنامج ده زي بالزبط البروزر بتاع النيت تبقى انت عمل بنزل كذا ايكون او كذا صفحة ده في الوتوكاد الجبيد بس يعني اول مثلا من النصف بتاعت 2013 طبعا كل سنة بيحاولوا يجددوا التوارف البرنامج عندك هنا في بوتون كده يدخل لك على درونج ممكن نفتح من هنا او هنفتح من ايه عالمة نيوك اللي هي تبدأ لك نيو درونج طبعا برضو في ايه الابن فايلز وابن ماشيب سيت والحاجات دي كلها موجودة ديها تبقى موجودة في اي برنامج وحتى برنامج البيدي افتح يبدأ لك حاجات شكل كده فده تقريبا بقيت الوجهات لكل برنامج اللي هي الوجهة الامامية للبرنامج اللي هي صفحة ستارت تفتح معك في اي مرة تفتح فيها البرنامج بلازم الحتة طبعا ده حاجة سهلة ومفشأة طبعا ده حاجة افتح ازاي المكان اللي هاتسن فيه لإما تدخل من هنا لإما طبعا هنا فيه تمبلتس ممكن تفتح عليها نمازج جاهزة البرنامج عملها ب ريبون جاهزة خاصة بالتمبلت دوت ونفيرومنت خاصة بالتمبلت فده هنتعرف عليها بعد ان شاء الله ممكن ادخل من هنا نمازج جاهزة نمازج جاهزة سوف تفتح لك ويندو سوف ندخل دايما على هكذا نمازج جاهزة فتح فتح معنا هذا هذا البرنامج هذا البرنامج الحيث الأصمر هذا هو حيث التصميم أو حيث الرسم في العلم برنامج لوتوكاد ليس برنامج تصميم لأن بعض الناس يخطئ ويقول لك هنسمم برنامج لوتوكاد ويقول لك برنامج لوتوكاد ليس برنامج تصميم برنامج لاتفرق درونج لا يفقه فى التصميم هذا ليس برنامج برنامج تصميم هو برنامج لاتفرق درافتينج فقط تلتسم مكان برنامج لرسم إن كان لازم نتحدث عنه برنامج لتصميم يعني ترسم أي رسم غير هندس وخبأ لك برامج الثانية مثلا الكاتيا أو البرامج تبدو مخصصة لرسم أجزاء ميكانيكية أو أجزاء معدنية مثلا أجزاء ستيب أو حاجات شكل كده تبدو مخصصة لرسم حاجات معينة وخبأ لك مثلا السولد في مسأة ممكن ترسم بيت بالسولد ولكن ليس حيبا كويس ليس حيبا الموديلينج التعويس الوتوكاد يرسم أي رسم أي رسم تتخيله عايز ترسم قطع ميكانيكية يرسم رسم مدني يرسم رسم معماري يرسم واخد بدك فالوتوكاد هو البرنامج الأول في الرسم حتى طريقة شركة ودوسك عمرت بها البرنامج وطريقة الحوار اللي بتدور بينك وبين البرنامج سعيرة جدا عليك وعلى أي يوزر ان هو يتعامل مع البرنامج ويرسم عليك أي رسم كما سوف نشوف مع بعض إن شاء الله طيب الحايز الأصمر ده اللي انا واقف عليه ده دوت حايز الرسم هنا اسم الدرونج اللي انا واقف فيه هو اوتوماتيكي بيخطي لك اسم الدرونج هنا درونج واحد طبعا انت فتحت ميوم ما فتحتش اوبن الملف سابق انت كنت عامله هيفتح بنفس الاسم لكن اوتوماتيك هو بيحط ايه درونج واحد فوق هنا طبعا فيه اختصارات هنا ايه لازم نبوارد ويعرفنا لا موجودة في أي برنامج ده الزر دوت الزر اللي موجود في الأوفيس بالزبط وموجود برده بقى موجود في كل برامج تقريبا بقى ادي حاجة متعرف عليها لازم نخطي لك الزر دوت كده يبقى فيه يعني يعني موعمل الهوامر او القايم اللي هي نيو و اوبن سيف و سيف أز و برنت كلنا رسمات برده و رسمت اللي انت كنت قدت ايه شغيرة هنا نيو تمام هنا اوبن هنا سيف سيف أز ده اندو ده اندو ده اندو لعدد معين العمليات يعني انت مثلا كنت عمل لين و عمل ريكتانجل و عمل كذا و كذا و كذا فممكن بدلا تقعد اندو 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 ممكن تفتح السهم ده يجب دلو ايه كذا حاجة معينة طبعا احنا ما عملاش حاجة غريبان و زون لانا اعمال ايه اعمل كده و هنفهم الكامل ده كله بالتفصيل الزر ده خطير جدا الزر ده اول ما نضغط عليه كده او السهم الاول هتلاقي في حاجة اسمها تحت كده حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها ايه الريبون ايه الريبون ده ايه الريبون ده مجموعة من الاوامر لها اختصارات بدلا ان اخش اجبها من القوائم لا موجود عندي اختصار جاهز لها في الريبون تمام؟ يعني كلمة ليون مثلا الامر رايبون ممكن ان نفزه على طول من هنا فهذا يسهل عليك فهذا يسهل عليك قليلا مما انت تدخل في القوائم تخش في القوائم الدروب وتختارها او تضغط الامر هذا مجرد انه يسهل عليك ويعني انت بعد فترة بيسهل عليك الشغل وعينك بترتاح ليه وتحب انه دائما يكون موجود معك فلاس الريبون ده مفيدة جدا وان شاء الله احنا شغالين مع بعض هنرى صغير حاجة ومن ثم يزيق اليه من الزهر يقولنا هذا الريبون موضوع ويقوم بتوابث تابت يقوم بتوابث y pods خطائف كده ونقوم بتزهل يقوم بتغسل أقوم بتزهل وليس انتصح فهذه كده ظهرت القوائم كده ظهرت معي اما افتح كده لا دي قايمة بقى دي قايمة يبقى الفرق بين القايمة والتبويبة التبويبة ليت في الريبون جوه كل واحدة فيها مجموعة من الاوامر خاصة باسم التبويب انما القايمة ما بفتح بفتح لقايمة عشان كده اسمها قايمة فده اسمه سطر القواين او شريط القواين قايمة edit بفتح لقايمة view and insert ايضا انسرت وضع انسرت واخذ انسرت انسرت القايمة انسرت التبويبة الريبون هنا مشتركة اوامر مشتركة وكذلك الريبون ممكن اعمل من غيرها او يمكن اقفلها لكن القواهم يجب أن تكونوا يجب بها لأن هناك شيء لا يتعرف أن أجبها فقط فأنت أتأكد أول وانا بفتح البرنامج إذا أتظهر معها أجي هنا وأعلم طبعاً لا تتبقى تتكلم بها لأنه يقول لك ما أقوم بها حين يضع لك اسم الرسمة التي تشغل فيها اسم البرنامج أنا دلوقتي أقوم بعمل سيف أز أقوم بعمل سيف أز أريد أن تغير الاسم الذي تجعلها مثلا عاطف أو إنج عاطف سأقوم بعمل سيف أز وقعد ديسك توب أسميها بعد إذنك إنج عاطف سيف أزوه السيف أزوه أعمل سيف أزوه السيف أزوه نعمل سيف أزوه الاماوت توقيت بيطلع عدة فرمات منها الDWG, الDWT, الDW, الDXF هنعرف الكلام ده و احنا شغالين ان شاء الله و ايه فوقتنا ده كمان 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 اقف شكرا و شكرا و شكرا اقف شكرا و شكرا اقف شكرا اقف شكرا اقف شكرا اقف شكرا ازادا كل احد انا و ردنا ج لله ماما انرج اللي في الحجث عexplقتك فهتلاقي هنا باش مر 현 leva عطف اسم الرسم هنا وهي يوجد هنا برضه اسم الرسم ايه انته اي عاطف هنا اسم البرنامج وهنا المصارى بتاعها ا consulted يامEN كمان بشي كمان احنا هنرجع عكل هاجسة تحت فين هتسمع مودل وليه قوت وليه قوت اتنين المودل هو اللي انواقف في ده طب لو ان دخلت على الليه قوت وليه قوت اتنين دول حاجات خاصة بالطباعة ان شاء الله برضو هيجوا في وقته طيب ايه ده ايه الكيوب ده الكيوب ده اللي بقدر اعمل منه بان بان يعني اه ان انا اعمل يعني نافيجيت في الرسمة في اي حتة في الرسمة يعني نافيجيت يعني اجيب يمين اجيب شمال اطلع فوق انزل تحت يعني انا دلوقتي العلامة دي علمت له اول ما ضغط عليها في وضع متعرف على الليه اللي هي نقطة 00 دي الهم اول ما ضغط عليها حوالي على طول انزل المنت السري دي دي الوضع من ان في اي حتة انا في جزء في الرسمة لو ضغط عليهم يجيب لي الوضع افقد اتعرف منزل المنظور الجانيبي اتعرف الملعن او طوب اتعرف accompanied اتعرف المنظور الجانية فهو بعمل ايه يعني ابحر حوالين الفضاء يعني بس ابحر عندما اكبر هنعمل هنا نرجع هنا عشان هنرجعت هنا وضع 2D ممكن نختار اي وضع من دول بس احنا بنرتاح دايما في الـ top اهوت خلاص كده هو الثاني اللي وضع الـ top اللي هو الـ X و Y اللي هو الـ 2D واخد بالك ليه برضو شهد حاجات كده بتساعدك في الـ 3D والنفيجات وكده يعني دي البان تقدر انا اضغط كلمة بان تتحول الماوس بدل اللي هو الـ select اللي هو الوضع اللي هو البان واخد بدل وده شهد حاجاتي برضو عشان نزوم الكلام دوت فهنسيبها دلوقتي ماشي هنشتاقع اتعرف فانو احنا شغل ان شاء ماشي طيب في حاجتين باهمين جدا جدا هنشتاقع عندك هنا حاجة اسمها ايه؟ الـ Command Line ده اخطر حاجة في الـ AutoCAD وده اللي بيفرق يوزر عنه عن يوزر تاني ليه بقى باش مجددس الـ Command Line ده يعتبر واحد قاعد معك واحد قاعد معك بيوجهك بتقوله يقولك طب حددني الاول نقطة حددته يقولك طب يديني الـ Next point تحددها له طب عايز اكمل ولا نقفل على كده بتقوله واحد قاعد بيحورك بيتفاهم معك انت شفت الطيارة والمودي شفت الطيارة والمودي المودي 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 اللي بيبعث في القاعدة التقوية هو ده وانت الطيار انت عملت طوير هنا ونفيجيت ومش عارف الكلام ده من اللي بيوجهك من اللي بيرشدك ده المودي بتاعك يقولك انت الان على ارتفاع 6000 قدع واخد بالك بيقول لي كده ابي يقول لي كده بيديك احدثيات اي يوم تنتهى حالي بلاء مودي واخد بالك مودي ممكن تكبر الكوماندالين برضو حيث ان يظهر لك اكتر ويقولك كان واحد ابنه شغال في امريكا ابن اسماعيز اوه انا اولت انها لك ان اللي ادهاي اولت انك ببداحنا لانك عايز اوه انا اكترى اليوم اطلق احنا موتنا مدحك اصلا الناس اللي هنا ايه حنقولها لكم اجماعة برضو عشان ان شاء الله انت بتكون لنا ايش راح دي انا اوه 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 ايه فعرفت خطورة الكوماندا باين طب افرد الكوماندا لانه مش ظاهرة افرد واحد كده انا جاي عامل معاك حركة وانت شغال وانا اعمل لك كده كده انا بصدره كله اما واحد جاي مثلا ايه اعمل لك كده طبعا هو بيحاص تشوف حتى اعمل خطورة الكوماندا باين اللي قد بأكد عليه تأكد ان انت عايز تقفله وشوف باباك كده لو عايز تفتحه اجين تضغط كنترول 9 انا هات دك كايز دلوقت هت اعملت ال اكس اعملت ال اكس اعملت ال اكس طبعا عايز يرجعو يلا رجعو كنترول 9 ما راجعش كنترول 9 بس اللي نور عليك طبعا الله ينور علينا شبابا يبقى الكوبان ده ما ينفعش يتقفل بحاجة بحاجة واخر البدر او على الرئيس بشونس محمد طبعا مبير بتاعنا بشكل او باخر طيب كنه اكتبه اسمه اشيه بشكل طيب تاني اخطر تاني اخطر حاجة صور يا جماعة التوم التوم بس زادس بعد شبابا تاني اخطر حاجة الشريط اللي هي نها هل يقول لك شرائط طيبا معلش انت في الاول حاسس ان الدنيا ماء كتير وايه ده كله هتعرفو وهنبقى برينسفين ان شاء الله ده يوزف لا 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 تقلاش ان شاء الله وتكدب النمجة همه سهل جدا وصدقوني ما تاخدوش فيه اي قرص شرائطات موجودة على النت واخص منهم بالذكر شرح البشمهندس محمود عبد الرازق عبد الرازق وشرح البشمهندس محمد فتحين تسمع الاول بشمهندس عبد الرازق وتسمع واذا اردت ان انت تجمع الاتنين في بوتكة واحدة واستمع لشرح البشمهندس احمد الشاب لازك الله خير البشمهندس محمود صاحب بشمهندس محمود نشرحها لنسخ قديمة لا يوجد تغيير كبير حصل من نسخ القديمة لكن هم هيأسسوه انا تأسست على قديم الناس دي وبعض الناس التانية مهانس على الله عبد الخالق وبعض الناس التانية ولكن هم هم فضلوا عنهم يجب ان يتجعون خير فالشريط ده بقى ايه الدنيا ده اخطر من الدنيا ده احنا هنعرف بس ان ان دلوقتي بعض البوتون ازاكت المهمة وشنقالين هتمر علينا ايه حاجات هم يقولها في ساعدة هذا شريط ايه زر الجريد وهو الشبكة الاحداثيات التي اظهرتها لا 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 تبكينا عليك خلاص اختفى في الناس تحب تشتغل على الكلام خلاص هايشغر بص وانا مزون بص بص ما يحدث الاحداثات هذه تكفر لحد ما تصغر يصل الى أصغر حاجة موجودة في الشبكة فخلاص بقى انتظهرش عن كده تمام طبعا محور يكسر الأحمر ومحور وايئر الأخضر هنضغط كده نخفيه طيب خلي ظاهر ده سناب يعني ايه كلمة سناب بالعربية كلمة سناب دي يعني ينهش أو يعمل كاتش كاتش للنقطة يمسكها يعني يمسكها يلقطها يلقطها ينهش عشان كلمة الترجمة الحرفية دي هتفيدنا في حاجة دي وقت يعني ده هرثه هرثه ده لما بشغله مقدرش همشي اللي في إحداثيات وي وإكس فقط مقدرش همشي في الايه في الماية مثل 45 أو 30 أو كده إلا عندما بدأ بشغل أوسناب وهنعمل في الكامدة ونعمل بالتفصيل تمام تمام ده أوتراك أو يعني بيسموه بولر تراكينج همم همم سيبك ملغز وده رفتك بالوقت كميس ده الوبجيكت سناب تراكينج ده ورضه خطير جدا ده خطير جدا ده بقى يعني الوبجيكت سناب تراكينج ده أوتراك ده أوتراك تمام وده أوسناب أوبجيكت سناب أوبجيكت سناب تراكينج ده ده هنسميه أوتراك حتى زي الموسيقى الأقديمه بقى كما بشرح عليها وهنا ورضه الوبجيكت سناب يعني أوسناب دمت مهمين جدا وهنعرف فإنتهم ونحن شغالين أنا بس بعرفهم لك لذلك ترجمة حرفية كده ونحن شغالين هنعرف فائلتهم إن شاء الله شاء الله الـ 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 تلتغير سماكة الخطوط تمام ونشوف تتخلمها هنا ممكن تعمل الـ لالـ ممكن تظهر حاجات منها أو تخفيها فهنا سوف أسيبها على الـ ايزل ايزل لا نقفنا عليه عايزين نستطيع ترسم بقى ونشوف الـ الـ ونشوف الـ أول أمر لاننشرحه لاننشرحه كان الملين الملين يتطبع أصغر وحدة أو أصغر برد كون لأي رسم والذي أصغر منه طبعا البوينت وفيه أمر هنا للبوينت هنتكلم عنه برده بس مش دلوقتي بس يعتبر اللين هو أصغر برد فلازم نبدأ دائما نشرح اللين اللين هنشرحه بكذا طريقة لان عرفت اللين وعرفت طرقه سوف أرسم الرسومات الثانية والطرق سوف أرسم لكي أرسم أمر اللين أول شيء أول شيء الملين الملين سوف أصغر معي لا يوجد هنا شيء مكتوب لا يوجد هنا شيء مكتوب وحن أعرف مكتوب وحن أعرف مكتوب لكي أرسم أمر ضيب من قدامي 3 طرق 3 طرق لكي تستدعي أي أمر ويوجد هذا ليس للايم لكن أي أمر قدامك 3 طرق تكتبه أو تكتبه بالكامل أو خساره تختاره من الريبون أو التولز اللي تبقى موجودة عندك لإمه من القوايم الريبون القوايم القوايم الريبون القوايم 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 طيب لو أريد أن أرسم أرسم دروق هنبدأ بالطريقة دروق ودور على كمه دروق 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 هنا اعيني دائما على ده ده دليل موجودة هذا الموجود هنالك لا يمكنك كلمة لين بخطة لين هنالك موجودة أقول لك لازم تعمل للاول ايه specify first point طيب ضغط اول نقطة فين يعمل live لأ ما انت لازم عينك متمشيش من هنا اصلا ملاحظوا ان الخطة عمودي مش ماشى في اي تجاه باودي الليسنائي او انا هقول لك دلوقتي اما انا بتشغله عشان اقول لك ايه المشكلات تحت الليسنائي قال لك ايه نيكست بوينت نيكست بوينت او عندو عندو دي موجودة داخل كوسين ومش كوسين اللي هم الكرف لا لا كوسين عدلين اللي هم مربعين دول للعلم اي كلمات موجودة داخل كوسين المربعين دول تبديل option داخل الامر يعني الابشن ده خاص بالليل طيب هاختار هو بيقول لي اسبسفاي نيكست بوينت خد النيكست بوينت هنا مثلا تمام امقال لي ايه كويس انا كده رسمته لي عايز بقى ليكست بوينت عايز بقى ليكست بوينت عايز بقى ايه انا خلاص اللي اللي انا رسمته شكرا كده لا ده بيقول لي ايه اسبسفاي نيكست بوينت لسه فاتح بقى عايز كمان طب انا اعمل ايه عايز اقفل له بقى ده تتتتتت عايز اقفل له بقى ده سد الحنة زي ما بيقولوا يعني قافل ايه اعمل ازاي لو ضغط انتر او سكيب هيتطلعنا من القمر وينهي القمر تمام طيب هنضغط انتر خلاص كده الليين اترسم كده الليين اترسم طيب تاني هنختار الليين المرادة من حتة تانية عشان نعود نفسين هنجيوه من هنا طيب لين عايز بقى ليكست بوينت هنضغط هنا قال لي اسبسفاي نيكست بوينت انا كنت عاوز هنا امتراح بالغلط ضغط هنا ام انا اغطي حتة غلط انا كنت عايز عند الحتة الحمرة دي التقطع المحو والله اندو 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 شوف نسخ الجديدة وحلوتها بتخلي الموز شغال معك اكتر من الايه كيبورد لا اما اكتب انت هتلاقي كلمة اندو اندو لو ضغطت عليها هيتراجع عن اخر مقطة هو الامر هيتراجع عن الامر كامل اندو اندو هيتراجع اول حرف مكتوب باللون الازرق والن والد والو طب ليه بقى ايه عن الفكرة قال لك ان الو لو انا كتبتها هنا اللي هي كابتل وازرق لو انا كتبتها هنا افرد ان الموز مثلا مششغال معي او برسل بالكيبورد واحداثيات احداثيات منيول تمام ومش معايا ماوس ومش معايا حتى بتاعتي اللابتوب طبعا اكتب ايه لو كتبت ايه هاي فهم انت ايه اليو كتبت ايه هاي فهم انت عايز تعمل ايه اندو طيب انا الحمدلله اتراجع عن ايه عن اخر ماوس طيب افرد انا الحمدلله ربنا كارمني ومديني ماوس معايا ماوس اول يبقى انا اقضت النقطة دي بالخطأ اقوم راح على اضغط ضغط ايه اندو دي من الموزيات النسخة الجديدة انه بتحول لك ال options اللي هو كل ام تستخدم اضغط اداء لبوتونز تضغط عليها او تكليك عليها بالايه اضغط عليها خلصت راجع طيب انت كنت عايز تلقط فين عم عايز تلقط هنا طيب افرد واحد انا اقول لك لما حتى النقطة البداة دي كانت غلط انا مش عايز تلقط هنا كمان اعمل ايه اضغط اندو كمان اضغط اندو كمان اضغط اندو كمان اضغط اندو كمان اعم راح اقول لك ايه ايه فالاوتوكات ما بيزعلش واخد بدك مش من قصرك الاون او قصرك الاندو هيقول لك لها عم اطلع برا الامر خارس وخش جديد واختار جديد طيب انت براجل مش مركز واخدت الفرست بوانت غلط لا مهندوش الكلام الاتوكات بيسعبك راجع لا مهندوش مشكلة اربعين مشكلة بس بصفاي فرست بوينت يعمل عايز فرست بوينت هنا ودى الميكست بوينت تبقى هنا طب لسه عايز كمان عايز اكون مسلس مثلا انت راح كده شفت بقى هنا ظهر ايه اوبشن جديد كان الاول ظهر ايه عنده بس دلوقتي بعني مكوونت خطين ظهر لك طب يعتارك لوس ديت معناها ايه هيقفل الشاكل هيقفل الشاكل لو الله نور عليك بلقوتوكات برنامج سمارت برنامج ذاكي بيوفر عليك بيوفر عليك بيقولك هو انت عملت ضلعين انت عايز تقفل الشاكل عايز تكون مسلس طب عملت ضلع تقضلع عايز تعمل مربع او مضلع يعني طب عايز مسمد طب عايز اي 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 اضلع بتزيد عندك عام اثنين اول ما تعمل التاني يظهر معك الوبشن جديد اكلوز اقفل لو ضغطت سي انتر او ضغطت على كلوز ايه اللي حصل اكلو وطلع برا الامر كمان اه اه وسط كده انا عملت ايه مسلس طب اه لاين تاني انا جبته مرة من هنا اكتب الليين بالكامل الاي اما اكتب ايه الا انتر بص اول مرضه النسخ الجديدة ايه لا ايه اه ايه اه ايه اول ما اكتب اللي سيجيبلك او ممكن بس عشان هنا نسجل اه طلعت نحن كل الاوامر اللي فيها حرف ال L بتبدأ بحرف ال L دي حاجة كمان جميلة طبعا انا لو ضغط ايه هو المفروض ايه هو اول واحد طب افرد انا ما وقفتش على القايمة دي خالص وانا ما نصحكش انت اتوقف عليها بصراحة الا ببعض الاوامر اللي احنا اللي سبينج بتاعها ببقى متعب منها شوية ماشي لا انا هقف على ال هاي انا هطلع تاني اسكيب اسكيب خالص قد اغط L والموز بعيد عن القايمة وانا ضغط ايه Ol enter اللي انتر اللي هو ال line كيف من لي كيف سفاير فارستي بوينت طيب انت ضغط ايه فارستي بوينت هنا طيب عايز منك استي بوينت انا عايز منك استي بوينت تلبي في الحتة دي ما بين الاتشايف ما عندوش وصف لا تلقط هنا لا تلقط هنا مش راضي يجيب لك البيت مش مش سهلة فتحاك تشعر أنه سكتع لا تشعر خطوة بخطوة لا أعرف أنه يجي ليس سموس معك لا أنا أوقف لك لا هنا لا هنا أنا أريد النص يا عام لماذا تكون الكلام لود؟ لأن انت انفعل هيلبر تحت سموس نابس تبدأ كل معناه يعمل بينهش النقط فبينهش نقط معينة بينهش أنهي نقط شايف الجريد اللي احنا منفعلينها قاسبتها شغلة هذا السناب ده يمشي على نقطة الجريد ليس أي نقطة يمشي على نقطة الجريد يعني ليس نقطة انت اللي تبقى عاملها لا السناب يمشي على نقطة الجريد اللي هي الشبكة التربعية الإحداثيات الكارتيزيان اللي انت بتاعت البرنامج أصلا هو شغال فماشى على لو انت ركزت هتلاقي على المربعات الصغيرة طب كده الموس رخم جدا وانا مش عاوس كده بسيطة أنا جوه الأمر مش لازم اطلع من الأمر اراحط فيه لا وانا جوه الأمر وانا جوه الأمر وانا جوه الأمر لكن ايه؟ هو شغال يعني في اي حتة كان اول ما يجيبش هنا اهوات 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 اول ما اضغط بقى نقطة كمان هيقول لي ايه؟ طب اضغط له طب اضغط له خلاص بأي عدل من الأضلع أكتر اول ما تعمل التاني يدك على طول الابشن التاني اللي هو ايه؟ طب هنقول له سي انتر او ما اضغط عليه اقفل الشكل وطلع عنها تمام كده احنا ممكن نقف عند هنا عشان الفيديو بس بس حته ما تكبرش وانبقى سهل معا ان احنا طب هسهل احنا كده عشان نعمل ريوب بسرعة سريعة احنا خدنا امر الليل اتعرفنا على بعض الهيل مهم الجريد والسناب دول احنا خدناه بحدي الجريد وغطس 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 وانبقى سنجيبه من ثلاث اوامر من ثلاث اوامر من ثلاث اماكن قصدي وقيمة دروفيا كل اوامر راسم كل اوامر راسم موجودة هنا الا حاجات ندره بسيطة جدا ونعرفها ان شاء الله و الريبون و الكماندا طبعا الكماندا لين هو اهمهم وانا عن نفسي اشتغل من الكماندا يعني معظم اوامر بتاعتي بجيبها من الكماندا تمام هنوقف بس الوقتي ونكمل بالظبط يعني ان اخد بارك خمس دا اشتغل من الكماندا السلام عليكم ورحمة الله اشتغل من الكماندا